وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن دحر الإرهاب كان ثمنه كبيرا جدا وأنه لولا تضحيات الشهداء ما كان لمصر أن تسير على طريق تنمية الشاملة وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة السبعين تضحيات من قدموا أرواحهم وأصيبوا من كل أبناء الوطن في معركة القضاء على الإرهاب نحن لا ننسى أبدا أبدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بأبنائكم لهذا الوطن لا ننسى والنسيان هنا ليس اعترافا بس بفضلكم وبفضل أبنائكم اللي استشهدوا لا الفضل هنا بأن احنا هيكون ثمن هذه الشهادة وهذه التضحية هو بناء مصر القوية الجديدة هو ده اللي أنا بس عايز أأكده معكم عشان تبقوا عارفين أن التمن للدفع ده هو ثمن كبير صحيح ولا يعود صحيح لكن عزائكم فيه أنه هو ثمن لبلد فيها مئة مليون المئة مليون دولي يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام واستقرار وتقدم